المنتخب المغربي أن يؤطروه بالروح الرياضية، لأن في نهاية المطال، بعيداً أنت سيئس المواجهة. إيه، لأنه في طريقة من المغرب، ونقول لهم ارأفوا بلاعبيكم، في هذه الفئة السلية لا يجب أن يعني أن تشحنوا هؤلاء اللاعبين بأمور غير رياضية. دعوهم، 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 أنا العديد أقل من 17 سنة، دخلوا العقد في قلبه، صحيح، دخلوا لأشياء غير رياضية، صحيح. أنا أحبب نقعات في الضوء. السلام عليكم أخوتي المغربة، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة التي سنرى فيها إعلام الجزائر على واحد قناة جزائرية كي يضروا على المقابلة التي تدرت ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي وكل شيء يجب أن نرى أخوتي العزاز في مقطع الفيديو للعابة الجزائريين كي يضربوا الحارس المنتخب المغربي ويزيد الجمهور الذي ينزل التيران ويزيد الأمن ما يدخل وهذه المحللين الجزائريين كي يقول لك بأن المغاربة هما يجبدون الصداع مع الجزائريين والله ما كي يحشموا، وكسيموا لكم بالله ما كي تحشموا بالله ويزيدوا كي يعطون النصائح ويقول لك بأن خاص الأطول المغربية تحاولوا بشتحضر مع هذه الوليدات الصغار وهذه رمازالين صغار وما يدخلوش السياسة في الرياضة ومهم كي يعطون النصائح، هذا عشرة فعقلوا لهما اللي يعطون النصائح في العزاز غديم شوفوا الحلقة وماذا بيكون تفعلوا مع هذا الفيديو بشكل كبير الناس لماذا زال ما شاركش معنا؟ مرحبا بيكون خوتي العزاز شاركوا وفعلوا الجرس بغيث هذا الفيديو يدلوا اللايك باش يشوفوا بسبب دي المغربة باش يشوفوا الإعلامت على الجزائر أشكي يقول على هذا المقابلة اللي تدرت ما بين المغرب والجزائر هي حداث غير رياضية لا نريد مشاهدتها خاصة في هذه الفئة العمرية لكن لا يجب رمية تهمة على الشخص وهو لم يفعل الأمر تابعنا في الفيديو الذي سيمنحنا المخرج بعد قليل كيفية تعامل اللاعبين المغربة مع هذه المواجهة وما الذي فعله اللاعب توجه حارس المنتخب الوطن؟ شيء موسف ونحن نشاهد هذه اللقطات في مباراة لهذه الفئة السنية لذلك يجب أن لا نخرج من الإطار العرس الذي نظمناه والعرس الذي كان فيه المنتخب الوطني الجزائري هو العريس اليوم المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة هو بطل العرب بكل جدارة واستحقاق لذلك علينا أن نركز في حديثنا على هذا الفوز ولا هذه الفرحة ولا هذا العرس ولا نتوقف عند السلبيات التي قد يريد المنافس أن يقودنا لإخراجنا من قوقعة الفوز والانتصار والفرحة شيء مؤسف أي نعم لكن الصور هي التي تتحدث عن نفسها هناك اعتداء من اللاعب المغربي على الحارس الجزائري ونتوقف عند هذا الحد وندعو هؤلاء المؤطرين على مستوى المنافس المنتخب المغربي أن يؤطروه بالروح الرياضية بعد أن تسيس المواجهة لأنه في نهاية المطاف هذه مباراة في كرة القدم فيها منتصر ومنهزم الجزائر كانت منتصرة مثل ما فعلناه في قطر مع الأكابر عليهم أن يتقبلوا الهزيمة مع المنتخب الوطني الجزائري وأن يراعوا هذا المنطق في هذه الفئة السنية العمرية وعلينا أن لا نقتاد وراء هذه الأحداث المؤسفة والتي لا نتمنى أن نراها سواء في ملاعبنا أو في ملاعب الخصب والمنافس صحيح نصر بويش صحيح أن بعض الجماهير الجزائرية دخلت إلى الميدان لكن بصدد الاحتفال مع اللاعبين بهذا التتويج هو فعل غير قانوني بالنسبة للنحية القانونية في كرة القدم لكن ما حدث أمر مؤسف أليس كذلك؟ حقيقة أمر مؤسف لأننا كما قال فاديت نقول لخص كل شي هذه مقابلات عكورة قدم مقابلة رياديا نقعد في إيطار رياديا في فير بلي كما نقوله توطال شاهدنا منذ بداية هذه الدورة هذه كانت تروح رياضية جلت في أجواء نقوله أخوية بين أشقع العرب حتى أرزقريمان أمس تعانق مع المدينة الصحفية نعم نقوله هذه مقابلات عكورة قدم فيها فائز فيها منهزم تكون فيها ربما لكن عندها صفارة الحكم كل واحد كيف الشي يعبر على الفرحة التاعه هذه هي كرة القدم شفنا المنتخب المصري ضد المنتخب المغربي شفنا أشياء ربما مؤسفة أنه اللاعبين ربما حتجوا على بعض قرارات الحكم شفنا شي لكن على هذه الفئات أقل من 17 سنة نظن أنه الأهم هو النقاردي وكما نقوله اللقاء الفوز بهذا الكعص العربية ومرة أخرى هني أن المنتخب بتاعنا من أقل 17 سنة صحيح نصر بويش مصطفى مازا ما رأيك في عمله رزقيرمان ربما تحدثنا عليه قبل قليل لكن هل يستطيع هذا المدرب تمويل المنتخب الأول بلاعبين أو ثلاثة على الأقل مستقبل؟ شوف لاتسبح لي نعود شوية للوراء ونعقب على وشقة ناصر وفاردة أولا في تسجيل الهدف المغربي شفنا تقريبا كل لاعبين المغربيين توافدوا على الكاميرا التي كانت تنقل المباراة ويعملوا افتزازات يستفزوا في الجمهور الجزائري على الهدف اللي يسجله أولا ثانيا اللاعب المغربي هو اللي يمشى ضرب الحارس تعنا أكيد أن الحارس سيدفع على روحه واللعابين سيدفع على رحمه لكن في فئة مثل هذه فئة عمري مثل هذه تشوف أشياء مثل هذه وتحس أنه كان تحضير بسيكولوجي كبير بش يفوز على المنتخب تعنا ولو أنه ما نتخلش هنا الأشياء لما تكون أشياء غير رياضية نقول لك ولتذكرك بشي مهم هل تذكر في اللعاب البحر الأبيض المتوسط للفريق تعنا معا من مقصية داد المنتخب المغربي داد المنتخب المغربي بثنائية صح بثنائية كش مصره في المباراة هذه؟ مصر أولو هذا الذي نريد التحدث عنه مصر أولو ربحونا هنا فازوا علينا هنا مصر أولو فازوا علينا أخم السلام عليكم بقال أخي تربح دوك انت كتشوف انت المباراة تعليو أنا أنا صراحة لما شفت اللعابين هذه الفرحة لما كانتش عادية كانت غير عادية الفرحة هذه حتى تسجيل اللعب المغربين برغم كل هذا ناخدناها من ناحية الإيجابية لكن هما الحاجة اللي ضررتهم وجعتهم هي وين؟ هي في التعديل النتيجة في الوقت القاتل وهذه كان الحاجة الفوز بلايك الترجح وهذه تحس بلي أنه الفريق كان غنفلي عبروك كما يقول باش يفوز بالمباراة باش يفوز على المنتخب الجزائري لأنه كان أشياء غير رياضية وحساسية كبيرة ما بين المنتخبين وأنا دائما نبحث نبقى في الجانب الرياضي اليوم الجزائر فازت على المنتخب المغربي ماذا فعل لعب المنتخب المغربي؟ يعني رغم صغر السن لكن حقيقة ربما أسمعني معك عيمد ربما إحنا ما نتصوروش أنه في هذا السن هذا يا أنه اللعاب يقوم بأشياء مثل هذه حقيقة لكن إحنا يا ناصر عندك مدربين موراك علش اللعابين تعلم مديروهاش؟ قل لي على اللعابين تعلم مديروهاش؟ علشان معادكم نتيجة ربما ذهنيين كما قلت لكن لكن أهم هو أنا ما قلت لك مصطفى أنه الأهم وش الخلاصة؟ أنه كان فيه اللقاء نهائي الفريق الجزائري عاد من بعيد وفاز بركلة الترجيح يجب أن نتوقف عند هذه الدولة ما قام به ما قام به اللعب المغربي يريد أن يجر الحديث في البلطوهات وفي الصحافة الجزائرية إلا ما نتنقش عليه الآن علينا أن نبقى في المنتخب الوطني الجزائري فاز على المنتخب المغربي عاد من بعيد عاد من بعيد المنتخب الوطني الجزائري لأول مرة يرفع كأس في دورة شبه رسمية لكأس العرب ويسير على خطى الكبار ونقول ألف مبروك وذلك الشبل من ذلك الأسد ونتوقف عندها أول لو نعود إلى تاريخ هذه الدورة كانت السعودية اللي فازت بأول نسخة في 2011 هذه نسخة الرابعة ثم فازت بها أعتقد تونس ثم العراق واليوم الجزائري يعني في الدورة الرابعة تشوف أنه اليوم فيه نظرة أخرى للمنتخبات على المستوى العربي يعني دائماً ركح تلاقى بها المنتخبات مش ممكن أنه في الدورة القادمة ما ركح تشوف المغرب أولاً في كأس الشال كأس الشال المنتخب البغريبي راح يكون حاضل في الجزائر يعني كيفاش ركح تصور نفس هذا الفارية أكيد لا بس المسافة لهذا كما يقول فإحنا نحبسه هنا لأنه ما نشيوش الأشياء أخرى ناصر ناصر أني يقول لك سماء راح نزيدون تلاقاوه بهم يعني كيفاش تكون ردة فعل علش أنتوما ولي يتحدث عن اللاعبين ويتحدث عن المسؤولين وعلي المؤطرين لا يتحدث عن اللاعبين اليوم الى اللقاء رياض يا ناصر ناصر المسؤول يجب يكون واعي ناصر فريح تعني أنهازم هنا أنهازم هنا بالتنين صفر فريق للمنتخب الجردين بعد فوزه يعني المنتخب الإسباني إيه لو كان أبدأك تقول أنت إيه ومنتخب الوطني العاب لذلك لذلك مصطفى نحن نخاطب المسؤولين على هذا الفريق من المغرب ونقول لهم ارعافوا بلاعبيكم في هذه الفئة السنية لا يجب أن يعني أن تشحنوا هؤلاء اللاعبين بأمور غير رياضية دعوهم دعوهم أنا العابي أنت أقل من 17 سنة دخلوا لحقت في قلبه صحيح دخلوا لأشياء غير رياضية أنا حبيت نقعات في الدورة في عجالة لأعلى في عجالة لأعلى في عجالة لأعلى كيف مشتوخوتي إعزاز فيديو ديالليوم وهذا كانت منها بشيكون عجبكم وسمحونا لكونا طولنا عليكم و تكونوا في وشتو شي شوية وضحكتم عن إعلام الكراغلا اللي دائما هم يبينوا رأسهم بأنهم خاطهم في أي حاجة لا رف في الرياضة ولا في السياسة ولا في أي حاجة دائما هم يقولك بأننا نحن مديرين حتى شي حاجة أخوتي الأعزاز شكرا لكم بزيزا و تبارك الله عليكم و إلى حلقة أخرى إن شاء الله و ديما مغري